الصورة قاتم مجدولين في شمال غزة كما في وسطها وجنوبها في جنوب القطاع مجدولين استهدفت الغارة الإسرائيلية استهدفت تحديدا العديد من المساكن في رفح مما تسبب في مقتل ثلاثين فلسطينيين على الأقل بينهم عشرة أطفال وصحفية فيما تمكنت فرق الإسعاف من نقل عدد من المصابين إلى المستشفى الكويتي في المدينة شمالا في مخيم جباليا بالضبط سقط العشرات في قصف آخر استهدف مربعا سكانيا هذا القصف يأتي عاقب يوم واحد من سقوط أكثر من مئتي شخص جراء غارات إسرائيلية استهدفت جباليا ومجمع الشفاء الطبي وأحياء أخرى في المنطقة في جباليا دائما تدور اشتباكات عنيفة بين مقتيل حركة حماس والقوات الإسرائيلية في منطقة تل الزعتر وفي وسط القطاع قصف آخر استهدف مربعا سكانيا اليوم بمخيم صيرات مما أوقع العديد من القتلى والجرحى كذلك وفي مدينة دير البلاح قتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال والنساء وأصيب حوالي خمسة آخرين إثر قصف إسرائيلي على منازل عدة بالمدينة في السياق فاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية وأشار إلى أنها اعتقلت مائتين وأربعين شخصا منهم ثمانون مسؤولا طبيا وحوالي أربعين مريدا ومائة وعشرين نازحا داخل المستشفى شكرا لك يا ريدا